اشتركوا في القناة جامعة روح القدس الكسليك أهلا وسهلا فيك كمان معنا دكتور نبيل نمر باحث بعالم الحشرات عميد مشارك بكلية العلوم الغذائية والزراعية بجامعة روح القدس الكسليك أهلا وسهلا فيك مبارحة جامعة روح القدس الكسليك كان عندها مؤتمر بهالإطار عن الزيكا فيروس لنشوف نحن وين من هالفيروس وقد قدرين أن نكون عم نعمل بقاية قبل ما نوصل للمشكل الكبير بس بما أنه حشرة هي السبب الأساسي أو حرام هي اللي عم تنقل هالفيروس بتصور بوقتنا هلأ ومع كل النفايات الموجودة بتصور الحشرات كترت أكتر وأكتر دكتور نمر هل هالنفايات راح تأثر على تكاتر هالحشرة ولا هالحشرة أصلا موجودة بلبنان هلأ هي الحشرة أصلا موجودة بلبنان هن يعني حشرات ثلاث أنواع من الحشرات بينتبه لنفس مثل نقول الجنر اللي هو الايدس هلأ هنحن عنا بلبنان ثلاثة من بالعالم لحدث هلأ اللي بينقلوا المسؤولين عن نقل الزيكا فيروس هن بحدود السبعة من هل كمان الجنر أو فصيلة هالحشرات اللي ايدس نحن بلبنان عنا هنه مثل ما أنه حشرات على طول الحشرات صوصة هالأنواع من البعود وين تنوجد تنوجد بالمطارح اللي فيها مثل مطارح تكون رضبة أو مائية يعني أكيد الزبالي راح تساهم بكترة هالحشرات لأنه كمان راح يكون مثل مراكز اللي تتويلد فيهم هالبيض أو اليرقات طبع هالحشرات وكلما في كترة كلما في ريسك أكبر أكيد بس نجعل زيكا فيروس بالتحديد شو هو مع كل اللغة اللي حاصل حوله هو فيروس أصلا منه جديد يعني أول مرة تسجلت يعني تكتشف هذا الفيروس كان بـ 1947 وحتى كان فيه كذا بأفريقيا بجنوب شرق أسيا وحتى كمانا بجزر الباسيفيك بس سنة الماضية بأيار 2015 بالتحديد سجلت أول حالة زيكا فيروس بالبرازيل ومن وراها بلش تنتشر يعني هالفيروس بجنوب أمريكا وبأمريكا الوسطة وهلأ في حالات أكيد فيه كتير مناطق فيه أكتف ترينس مش عم ينتقل هالفيروس بكترة بهالمناطق وحتى بلش ينتشر ببقية العالم بس أجمالا من ناس راجعين من هالمناطق يعني بكونوا نعاقصهم بالبرغشة بمثلا بالبرازيل أو بالباناما أو بهالمناطق وين منتشرها وعم يرجعون كانوا على البيت المتحدة وعا أوروبا حتى مبارح بروسية تسجلت أول حالة زيكا كمانا لهلأ خطورة الزيكا فيروس مبدئيا تتمثل عند المرأة الحامل بمشاكل عند الجنين هل دايما يعني دايما إذا المرأة الحامل كانت أخذت هالفيروس من هالحشرة ممكن أنه توصل للجنين هو كل هالهلع يصار بالعالم من وراء قصة هالجنين يولد بمايكروسفالي يعني دماغه يكون صغير وهلأ كمان في حالات عم تتسجل عندهم مشاكل بعيونه كان بشبكة العين كان بالأبتك نيرف يعني العرق المسؤول عن النظر هلأ هولي بعضهم في مثل لينك بين الفيروس وبين هالقصص اللي عم بتصير بس بعد منا في شي عندنا مأكد مية بالمية يعني مش كل مرأة حامل طلقت هيدا الفيروس جباري الجنين تبعي يصير معه هال ولكن حتى هالحالات مأكد أنه سببها هالفيروس هالزيكا فيروس لا منا مأكد مية بالمية لأنه جميع مثلا هالولادة اللي عمت لها عندهم دماغهم صغير بيبين أجمالا بعد كم شهر من ولادتهم مش دغرين نعم مش دائما رح نعرف إذا كان تأخذت الزيكا فيروس ما قدروا عرفوا إذا هالنسوان الحوامل كان عندهم هالفيروس بس كان عندهم عوارد فيروس عوارد يلي بنشوفها أجمالا مع الزيكا فيروس بس يلي كما فيها تكون موجودة مع غير فيروس شو هي العوارد العوارد هي بني هي مثل حيالة فيروس مثل واحد مقرب بيعمل حرارة بيعمل وجع راس بيعمل طفرة بجسمه بيعمل كونجنكتيفايتس يعني مثل التهيب بالعين بالعين واجع مفاصل يعني وجع راس مثل بني هي حيالة فيروس ومثل بالحالات العادية اللي ما فيها حامل شو التريتمنت أو شو العلاج لهالفيروس لا هلأ ما في أكتريت الفيروسات الموجودة بالعالم أكتريتهم ما فيها ما لهم علاج وزيكا فيروس كمان وحد منهم يعني بعد لا هلأ ما لهم علاج الحرارة ولا الأوجاع ولا العوارد بيكون علاج للعوارد بيكون يعني أدوية لنخفف له مثلا وجع الرأس نخفف الحرارة بس ما في علاج ضغري يعني على الفيروس هو بنفسه دكتور نامر مبارح لكن مؤتمر بي جميع تروح الأدوس للكسليك شو توصيته بالنسبة للوقاية من من هالحشرات أكتر شي المشكلة راح تكون عنا هي الحشرات يعني كان عنا إنسان مصاب إجاء على لبنان يريد أن نقول هالمرض هو حشرة يعني مشان هيك نحن منقول أكتر شي فينا نام له أنه نتفادى هالحشرات وخصوصا مطرح معهم نتواجد يعني بالبيوت أو إذا كنا مثلا على الطرقات مثلا أكيد إذا كان كمان إذا كان هالشي بضر المرأة الحامل لازم كمان على طول هالناس ترجع تلبس مثلا كمام طوال حتى أتما كان تتلافى العقصات من البرغش هلأ أدي فينا نتفادى البرغش هلأ أكتر شي فينا نشتغل على نطاق المنزل هلأ أكيد كبرغش لأن هي نوع مثل نوع البرغش العادة يعني مش هنقدر نحن نفرقها بدأ اختصاصي يفرقها عن غيرها بس بنعرف كلنا البرغش بتكاتر مع كل ما تكتر الحرارة يمكن هلأ البرغش بعده قليل بس بعد شوية أكيد رح يبلش البرغش ويمكن تبلش المشكلة تبين أكثر رح نحكى بغير ذيك كمان وخصوصا بوجود كلها الأمراض وكلها الزبال الموجودة وعنا هالمستنقعات اللي بتجي من وراء الماي المبتزلة اللي نحنا باللبنان ما عنا مصافة منيحة إن كان الماي اللي بتضل بالطرقات أوقات كتير من بعد ما تشت الدين هاي كلها بتسبب أنه عنا مثل أمكن لحتى يتوجد هالنوع من البرغش الأييدس ويتكاتر شو فينا نامل بالبيت مثلا أوقات طرق كتير بسيطة مثلا نحنا معوضين على طول مثلا يكون عنا شتلات من حطهم بماي أو قد يشلش بعدين نزرعون هاي دي لازم نتفديها كل شي ماي رائدة هي مصدر تيتوالد وهالبعود ويتكاتر ويصيروا بقل بالبيت على طول ننتبه أنه مثلا خصوصا عادة أكتر شي بالحمامات وبالمجاري اللي الماي أود لرائدة على طول نأكد أنه على طول دوريا عم نحط على طول ماي أو عم نزيد نوع من الأدوية اللي هي بتطهر أو بتقتل هالبعود الموجود بالمال خصوصا بالأماكن الرائدة وهلأ صار دارج كتير في ناس عندهم مثلا مثل بسين صغيرة حد البيت أو شي هيك هؤلاء أو أوقات من نجيب بسينات للولاد الصغار وهذا نتأكد أن هؤلاء دوريا عم نفضيهم مش نترك الماء فيهم لأنه كمان هي مركز تيتكاتر هالنوع من البعود وانا عم نشوف صور مزبوط هيدا هي اليراقات للبرغش يلي هو على طول بيكون بقلب الماء يعني هولا نشوف هنه ييراقات للدود يلي بيتواجه بقلب الماء طبعا بعدين يصير حشرين هيدا هيدا مثلا نشوف هلأ هي نوع من الايدس يلي هي هون الالبوبكتوس وهيدا الايدس ايجيبشي يلي هن اتنين بينقلوا الزيكا فيروس واتنين عنياه هون دكتور هليت فقط البعود بيقدرين نقل هالفيروس من شخص لشخص ما بيرجع بينتقل بلا فيه يرجع ينتقل من شخص لشخص في حالتين يعني وقتا واحد يلقى الزيكا فيروس هذا الفيروس بيبقى بالدم على كذا يوم حتى لحديث أسبوع وكما بيبقى بالسوية الجنسية كمان يعني من خير العلاقات الجنسية أو من غلال من العلاقات جنسية يعني هلأ تثبت ثلاث حالات أول وحدة كانت بأمريكا على انتقال من رجال لمرة يعني هل مأكدين أنه فيها تنتقل من رجال لمرة بس بعملنا أكدين أنه فيها تنتقل من مرة لرجال وشغلة تانية كمان لازم نتبه لأنه حتى الشخص يلقى الزيكا فيروس ترد فيه عندك برغشة من حاملة الفيروس إذا أجت عقصته هو ومريض فيها طلقت الفيروس وترجعت لحد ثاني بهالطريقتين يعني أنه حتى لو شخص كان مصاب بالزيكا فيروس لازم ينتبه كمان ما يتعرض لعقص برغش عن جديد لأنه لتفادي انتشار هال فإذا كمان بالنسبة للكم كأطبة شو كانت مبارح التوصية بالمؤتمر خاصة لنساء الحوامل نحن في لبنان لا تسجل لحالة زيكا فيروس هلأ شي بطمن بس كمان نحن نكون أكيدين أو ما في سكرينيج ما هذه الفكرة من ميلي مظبوط شغلة بالطم بس شغلة ثانية أنه بعد ما عنا نحن بمختبرات نا في لبنان الوسائل اللازمة لنعمل تشخيص لهالفيروس الأجمال الذي ننصح لنسوين الحوامل أنه لا يسفروا على المناطق التي معروف أنه زيكا فيروس منتشر فيها خصوصا أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وغيرة من المناطق في حال مضطرين يروحوا إذا لم يكنوا حامل ننصحوا أنهم لا يصيروا حامل في هذه الفترة بما يرشعوا على بلدهم أو إذا كانوا مضطرين يروحوا يلبسوكم طويل يستعملوا الكرام أو السبري الذي يهرب الحشرات بس لقاحات مثل لقاحات المالاريا أو ما فيه ما فيه حتى المالاريا لا يوجد لقاح المالاريا يجب أن نعطي دواء مثل حماية لا أكثر بس كمال زيكا فيروس لا لدينا بعد علاج ولا لقاح لا لقاح ما فيه حماية إلا أنه يكون فيه وقاية من هالبرغش من هالنوع من البعض وفي حال اتعرضوا لهالبرغش وفيه شك أنه عندهم أنه حاملين الزيكا فيروس على هون دور الحكيم اللي عم بتابع هن الأسوان الحوامل الجينيكولوج أنه يعمل إكويت يعني ألترا سامس لحتى يشوف إذا فيه يلاقي أي تغيير أو يعني أصص تكون من أسار ولكن فيه علاج ما فيه علاج لا ما فيه علاج أكيد ما فيه علاج دكتور نمر فإذاً على السعيد الوطني على السعيد البلديات تع سعيد الوزرات شو ما أقولك ونعمل غير يعني أزمة النفايات طبعا طبعا نحن نعرف يعني بالزمنات يعني منه من زمان كمان كتير يعني كان على طول على نطاق البلديات يقوم بعمليات رشل البرغش لأنه ما أعرف البرغش هو مسؤول عن نقل الملاريا مسؤول عن كل أمراض تاني يعني هيدا بما أنه وجود عنا فيروس تاني هلأ إن شاء الله ما يوصل على لبنان بس بما أنه فيه خطر يوسع لابنان لازم ترجع تتفعل وخصوصا أنه يعني الأدوية اللازم تسمح بالرش بين البيوت أو بالبيوت أو على الطرقات هي أدوية من نسميها بتشتغل عن طريق المليمسة وهي أدوية يعني بترتكس على أكتر تقتل دغرة يعني مش أنه بتترسب مثل مع أيام اللي كانوا يستعملون على أيام الملاريا مثل الديديتي وهولي هولي كلها نلغو هول أدوية يعني حتى لا تكون عم تأذي الإنسان بتكون عم تأذي فقط الحشرة حشرة وبال يعني بتصير دغرة يعني بتموت الحشرة الناجة دغرة وأهم شي مثل ما قلت يعني أنه هي لازم بالأخير يكون في وعي إن كان عند الأشخاص أو عند الهيئات التي هي كان يعني الهيئات تعنى بصحة الإنسان يعني البلدية أساسية وزارة الصحة وكل الدولة يعني تكون معنا متأمل لأننا نكون عم نحكي بعد فترة بها الموضوع ونكون نسينا الفيروس ونسينا النفايات شكرا لأيكم وقفوا هلأ ونرجع من تابعا نحن وياكم ألايف خليكم معنا